إن شاء الله بإذن الله يقدر يتعلم شوية من مباراة بيتا كلوب في عملية التركيز في عملية استغلال الفرص في عملية الفرض شخصية النادي الأهلي منذ البداية ولا نادي المريخ بطموحاته على مستوى أنه بيلعب النادي الأهلي أن المدير الفني جديد أن تمانية بيلعبوا من المنتخب راجعين عندهم نشوة الوصول لأمم أفريقيا بعد غياب كبير ده ممكن يعطل شوية النادي الأهلي أولا بيبارك لهم طبعا مبروك للسودان وصولها وصولهم كمان كانوا بيقابلوا منتخبين مش قليلين يعني كان غانا وجنوب أفريقيا فده بيعتبر إنجاز للقرى السودانية خلال هذه الفترة يعني أعز أقول لكم عندهم عندهم مشكلتين عندهم مشكلة في اليقى البدنية عندهم مشكلة في التاكتك لكن في المهارة هم مميزين ده بيعم على القرى السودانية المهارة كموهبة يعني هم مغموبين آه مغموبين لكن حتة اللياقة البدنية عندهم قصور بشكل كبير جدا التكوين الجسماني بالنسبة لعب السودان برضك بتفرق معاه بشكل كبير التاكتك يعني بيبقى ليل لكن مع تطور اللي حصل دخول المدربين الأجانب إذا كانوا توانسة أو أجانب إنجليز أو حصل نوع من التطوير في جانب التكتيك لكن برضك ما زالت اللياقة البدنية فيها جزء من وده اللي إنه المريخ حالية يعني المريخ آه مع استقدام جهاز أجنبي وبقى لهم أفتكر فترة فترة قليلة موجودين معاهم من ناحية الشغل لكن أكيد برضك هاني لما بمدرب جديد بيحصل نوع من الألفة نوع من اللمة نوع من روح الكتالية العالية الحلل النفسية بيحصل فيها يعني ارتفاع بشكل كبير يعني وبرضك عنده لعيبة جاية من منتخب وكسبانة وعندها والعيبة في صراحة مميزة دفع كبير وهو يهمه كمان إنه قابل النادي الأهلي التاريخ ده هي دي أنا عايز أتكلم في دي أنول منه من ناحية تاكتيك من ناحية هدف من ناحية تعديل في النتيجة وما طبعا خسرانين قبل كده من سيمبا وخسرانين من فيدا كلاب عشان كده المباراة كابتن ماهر تباني أن هي سهلة بما إن كمان المريخ بيتزايل الترتيب فكرة كان نفسي جدا أن هي تصعد يعني إن شاء الله مع الأهلي كان نفسي طبعا أن هي تصعد أكيد تمانيات أمنيات كابتن شطة أول ما بتدينا نتكلم عن المجموعات كان نفسينا جدا جدا المريخ يكون معانا في الصعود لكن أنا عايز أتكلم دم إنه المباراة تبان سهلة إلى حد ما لكن هي مباراة صعبة في غاية الصعوبة كمان